يتساءلون في الشرق الأوسط ماذا بخصوص الضربة الإسرائيلية مر ثلاثة أسابيع ونيف ولم تقم إسرائيل بوعيدها وذلك بتنفيذ ضربة ضد ديران الإجابة جاءت من التايمز البريطانية التي أشارت إلى أن السبب هو التسريبات التي سمعنا عنها قبل عشرة أيام في البنتاجون الأمريكي وزارة الدفاع الأمريكية حيث قيل أنا فاك بين هناك تسريب لمعلومات استخباراتية سري للغاية ملفات تابعة لي وزارة الدفاع الأمريكية والتي أشارت وهذا مهم لك أن يفهم المشاهد ما هي هذه التسريبات بأن إسرائيل تمتلك قدرات عسكرية وذلك لضرب إيران بصواريخ بلستية جو أرض بمعنى أن الطائرات الإسرائيلية تحلق في الجو وبعد ذلك تقوم بإطلاق هذه الصواريخ وتستطيع أن تطلق هذه الصواريخ من مسافة ألفي كيلومتر وعموم المسافة حتى أبعد بين إسرائيل وإيران ولكن هذه التقنية الجديدة من شركة رفائيل وغيرها من الصناعات العسكرية الإسرائيلية ببلو سبارو وغيرها من التقنية ولكن هذا كله انكشف نتيجة التسريب الذي يحدث في وزارة الدفاع الأمريكية ولذلك الإسرائيليون قاموا بتغيير جذري لهذه العملية لأن عملية الإيرانيون اكتشفوا بكيف سوف تتم العملية وبالتالي تم إخف الحيطة والحضر من قبل الجانب الإيراني وقرئ ذلك إسرائيليا حسب المعلومات الاستخباراتية لإسرائيل وبالتالي هناك تغيير كامل استغل وزير الخارجية الإيراني الفرصة ذهب إلى عدد من الدول العربية وذلك في زيارة شرق أوسطية حاول فيها إقناع رؤساء تلك الدول بأن لا يكون هناك موافقة إطلاقا للطائرات الحربية الإسرائيلية لكي تشتاح الأجواء العربية وذلك للقيام بضربة ضد إيران ومع ذلك مجدل الجانب الإسرائيلي كما قال بالأمس وزير الجيش الإسرائيلي بأنها مصممة على هذه الضربة وستمضي فيها قدما ولكن مصاري الطائرات وكيفية الضربة لربما سوف يتغير أو تغير بسبب التسريبات أما في الولايات المتحدة لم يقلوا كثيرا حول من الذي صر بها في التسريبات منهم من قال بأن هناك مساعدة لوزير الدفاع الأمريكي منهم من قال بأن الشخص الذي سرب هو ليس أصلا أمريكيا لأن هذا التقرير أيضا نشر إلى خمسة دول وبالتشفير بطبيعة الحال وهي كندا الولايات المتحدة والنيوزيلندا وبالتالي كان وأستراليا وبالتالي كان هناك هذا التسريب من أي من هذه الدول الخمس